بسم الله الرحمن الرحيم فترة قليلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى نفتتح تطوير الأضراحة سابقا كان ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة ثم السيدة زينم وطبعا مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جدا وليها دلالة كبيرة قوي على حب أهل البيت والبزل من أجلهم وإحنا من جانبنا في مصر هنا عندنا خطة كبيرة قوي لتطوير المساجد يعني بتاعت قال البيت وأيضا اللي كانت للصحابة اللي جم على مصر والصالحين ويمكن لسه كان بيبقى فيه عرض من من أيام قليلة عن اللي بيتم فيه مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن والمواردي ومساجد أخرى كثيرا اللي هي من أول من أول الألعفو أو من أول السيدة نفيسة لغاية بنصل إلى السيدة زينب إن شاء الله ولو النهاردة وده كلام بقوله لينا كلنا إن إحنا لو محافظة القاهرة مع بعض المساكن اللي هي يعني ظروفها كانت تتنشأت بجانب كتير من المساجد دي إحنا لو ممكن نعوض الناس تعويض كويس عشان نقدر نخرج هذه المساجد بالإخراج المناسب اللي كانت موجودة عليه بأماكنها إحنا ممكن نعمل كده وإحنا متحركين في ده مش عايز أطيل عليكم لكن عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر بإن يكون يعني قال أبيت النبي عليه السلام و السلام عندما يعني يبحثون عن أمان وعن مكان يستقروا فيه فيه حماية وفيه حفظ وفيه استقبال يليق بهم كانت وجيتهم مصر ووجدوا في مصر فعلا الأمن والأمان اللي هم كانوا بينشدوا وده من فضل ربنا علينا إن إحنا النهاردة في مقام السيدة زينة بحفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده من فضل ربنا علينا والحمد لله مرة تانية أنا أشكرك و ببقى سعيد قوي لما بستقبل جلالة السلطان والوافد المرافق لي وفي كل مرة تشرفونا حيسعدنا أن أنا ألتقي بيكم وأشكركم على اللي بتعملوه وكل الدعم حيبقى موجود لإنجاح أي مشاريع أخرى في هذا المجال شكرا جزيلا شكرا جزيلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا